النهاردة الزمالك كان على وشك الفوز على المكولون العربة انتهت المباراة بالتعادل بكل أحداثها الكثيرة يعني شفت المباراة ازاي؟ يعني خلينا نتفق في البداية أن التشكيل دايما سوري بيبدأ بي غلط وده علامة استفهم كبيرة جدا علامة استفهم رقم واحد الجهاز الفني اللي معاك بيعمل ايه؟ الجهاز المعاوني بيتكلمه؟ بيتكلمه بس هو بسمعش ما بالضبط عشان بس هابع مين ده واضح اه انا عارف دي كويس انت وضحتها عشان برضو السادة المشاهدين توصل بيس او برضو عشان ما يحسوا شيء لا 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 طبع عشان جمهوري بيشايف انه جاز المعاوني انت ازاي سابع يعمل كده تما انا قلت لا لا بيتكلمه بيتكلمه كتير جدا صح لكن هو ما بسمعش خالص لأي حد وده اكبر اكبر انا شايف اكبر غلط ممكن يقعفي الانسان عموما في اي مجال مفيش حد بقى رفع كل حاجة الواحدة اسمع وهو النهاردة ترعى في المؤتمر كما قال لك دي طريقتي وده اسلوبه وحفظ المشرعة دي لا ده المؤتمر دي يعني وصلها لكن احنا بدي اخد المراحل واحدة واحدة لان حصل الاحداث كتير جدا رغم من المباراة فنيا قليلا خلانا نتفع على كده المباراة بفاش فنيات كتير جدا صح لكن بدايته للتشكيل دايما هو مصمم يبدأ غلط واضح جدا ان هو مش مقتنع بسيف الدين الجزيري ولا ناصر منسي ودي مشكلة كبيرة جدا الاثنين روس حربة اللي عندك كل واحد فيهم ليه الهيستري بتاعته ليه التاريخ بتاعه ليه يعني واحد جامل بنكي الايلي كان هدف الدوري ده بالنسبة للناصر لو اكلمنا على السيف هتلاقي راجل منتخب تونس ورجل شغال كويس جدا معنات الزمالك انت مش مقتنع بالاثنين فدي مشكلة كبيرة جدا فبالتالي انت بتلعب من غير راس حربة الاهم من كده كمان بعد ان انت بتحط التشكيل للغلط انا بحس ان هو ما بيقراش الخصم يعني ما بيذكرش يعني دايما انا بكلمك عن مراحل كتيرة احنا مررنا بيها سواء مع مدربين او حتى لما اشتغلت مدير الكرة مع كابتن معينش الشعباني خلصنا المباراة النهاردة بنخش على المباراة اللي بعدها من تاني يوم بنتفرج على فيديوهات كتيرة جدا لو هنلعب لما قولنا العرب مثلا بنكون بركزين مع قولنا العرب الترقية اللي بلعب بيها ايه الفكر بتاعهم سواء هجمين او دفاعيا انا شايف ان سوريو ممكن يكون بيتقاله كده من المساعدين اللي معاها لكن هو مش عايز يبص للقسم ابدا ودي مشكلة كبيرة جدا بدليل النهاردة كلنا الف بهكورة حتى من قبل المباراة انت عارف اللي الكابتن شواء غريب هيلعب بثلاث مدافعين ومثبت الباكين فبالتالي بيلعب بخمسة وفيه اتنين كمان بيلعبوا رقم ستة فهو بيدفع بسبع مدافعين فبالتالي انت اقل حاجة تعملها النهارة تلعب برأس حربة على القلي يشغل التلات مدافعين دول او حتى في وقت ملاقات لو انت همدرب جريء جدا هتبدأ بالاتنين ايه اللي يمنح انا مش هينفع خمسة يلعبوا على واحد استحالها هجيب جول وده اللي شفناه في المباراة لكن هو ما كانش مذاكر فرقة المقولين للعرب بصورة كويسة فبالتالي انت ملاقتش خطرة خالص وقصة الشرط الاولين من الناد الزمالكي